حور العين نؤمن بهم نؤمن بهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهن كما جاء في الكتاب وكما جاء في السنة الحور سميت الحور حورا حور هذه في اللغة لها ثلاثة أصول كما أخبر ابن فارس منها ما يدل على الرجوع منها ما يدور على الشيء يدور دورا ومنها ما يدل على لون فيقال الحور شدة بياض بياض العين وشدة سواد سواد العين وهذا من يعني هذا يكون من الصفات الحسنة في المرأة وعين عين هذه في اللغة تدل عضو يبصر به وينظر ويقال يعني بقر عينها عينها واسعة فالحور العين ربنا سبحانه وتعالى وصفهن بهذا الوصف وذكر هذه الصفة وذكر في آياء أخرى من بياضهن خلقهن الله سبحانه وتعالى خلقا يعني بدون توالد وهذه لم يكن لها يعني سبق علاقة مع رجل لا من الإنس ولا من الجن كما في الدنيا المرأة تولد وقد تكون أرملة يعني تزوجها أكثر من زوج ما تزوجها وتزوجها آخر أو تكون يعني طلقها زوجها وتزوجها آخر الحور العين يعني خلقها الله سبحانه وتعالى من غير أب من غير أم ولم تكن سابقا أرملة ولا مطلقة وإلى ما يتبع ذلك وهن أقل منزلة من نساء الدنيا يعني النساء في الدنيا إذا ذهبت إلى الجنة تكون أعلى مرتبة منهن وهؤلاء خلقهن الله سبحانه وتعالى إكراما للرجال يعني الذين كانوا في الدنيا من أهل الإيمان من الإنس والجن خلقهن الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة وفي رسالتي عن الجنة سميتها تذكير الأنام ببلاد الأحلام فيها كثير عن الحور العين